مع اقترابنا من منتصف سنة 2021 يبدو أن شركات هواتف الألعاب كشفت معظم ما في جعبتها في هذا المجال حيث صدرت أهم هواتف الألعاب خلال وقت قصير ولحسن الحظ زالت وتوسعت الخيارات والتنافسية في مجال هواتف الألعاب مقارنة بالعام الماضي وأصبحنا نرى أرقاما قياسية تحطم في المواصفات في سبيل توفير أفضل تجربة لعب ممكنة اليوم نقدم لكم أفضل خمسة هواتف موجهة للألعاب صدرت هذا العام حتى الآن أولاً ASUS ROG Phone 5 تواصل ASUS الريادة والتألق في مجال هواتف الألعاب وهذه السنة مع إصدار ROG 5 بثلاث نسخ نسخة عادية ونسخة برو ونسخة الأقوى باسم Ultimate تتشارك نسخ الثلاث بالشكل والحجم ومعظم المواسطة فنجد نفس الشاشة ذات حجم 6.87 إنش مع سرعة تحديث عالية 144 هرتز تعطي سلاسة كبيرة أثناء التصفح واللعب المعالج هو الأقوى مني Qualcomm سناب دراجون 888 وأثبت كفاءة عالية أثناء تشغيل الألعاب بفضل معالج رسوميات أذرينو 660 تميز الهواتف بالنظام تبريد خاص وبطارية كبيرة حجمها 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط الاختلاف الأبرز بين الهواتف هو سعة الرام التي تصل إلى 18 جيجا بايت في النسخة الأقوى وكما تتضمن هي ونسخة برو شاشة مصغرة من الخلف سعر الهاتف يبدأ من 690 دولار في النسخة العادية ويرتفع في النسخ الأخرى علما أن نسخة برو لم تتوافر بعد وستتوافر قريبا دخلت شركة لينوفو سوق هواتف الألعاب من أوسع أبوابه من خلال الهاتف المميز لينوفو ليجين والآن نحن أمام وريفه الشرعي جاء بتصميم مثير مع كاميرا مبثقة من الجانب وهو الهاتف الأول من نوعه الذي يحمل مروحتين هوائيتين اثنتين للتبريد الشاشة بحجم 6.92 إنش تدعم سرعة تحديث 144 هرتز وحساسية لمس قياسية 720 هرتز وهذا ينعكس بدقة عالية أثناء الضغط واللمس بأكثر من إصبع على الشاشة يتضمن الهاتف أزرارا حساسة على الجانب ويحتوي على معالج سناب درغون 888 وساعة رام تصل إلى 18 جيجا بايت بطارية الجهاز جاءت بحجم 5500 ميلي أمبير مقسمة إلى وحدتين يمكن شحن كل وحدتهم بشكل منفصل أو شحنها سويا بفضل وجود مدخلي USB من نوع C مع دعم الشحن السريع بقدرة عالية تصل لـ 90 واط الهاتف جاء بسعر عال مقارنة مع نسخة العام الماضي حيث يبدأ من 950 دولارا ثالثا نوبيا ريدز ماجيك سكس هذا الهاتف المميز من نوبيا كسر بعض الأرقام القياسية في المواصفات يكفي أن نعرف أن الشاشة تحمل سرعة تحديث 165 هرتز وهي الأعلى على الإطلاق في الهواتف الذكية جاء الهاتف من نسختين نسخة برو الأقوى تتضمن مروحة تبريد تدور بسرعة 18 ألف دولة في الثانية المعالج سناب درغون 888 وساعة الرام تصل حتى 18 جيجا بايت هناك منفذ لتركيب إكسسورات خارجية بالإضافة لأزرار لمسية خاصة يمكن برمجتها للألعاب الشركة وضعت بطارية بحجم 5050 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط أما Red Magic 6 Pro فجاء بطارية أصغر حجما 4500 ميلي أمبير لكنها تدعم سرعة شحن عالية جدا وهي 120 واط تشحن الهاتف من الصفر حتى 50% خلال 5 دقائق فقط حسب كلام الشركة سعر الهاتف يبدأ من 590 دولارا للنسخة العادية و 680 دولارا للنسخة برو وتعتبر أسعارا جيدة مقارنة بالمنافسين هذا أحد أبرز الهواتف المخصصة للألعاب خاصة أنه يتبع علامة شاومي التجارية الشهيرة تصميم الهاتف اختلف بوضوح عن إصدار العام الماضي حيث أصبحت الواجهة الأمامية تحتوي ثقبا للكاميرا الأمامية وهذا شيء غير مألوف في هواتف الألعاب أبرز ما يميز الهاتف نظام التبريد المائي الذي تقول شاومي أنه فعال بنسبة أكبر من المراوح علما أنه يمكنك تعزيز التبريد عبر توصيل مروحات خارجية الشاشة حجمها 6.67 إنش وتدعم سرعة تحديث 144 هيرتز المعالج سابت دراجون 888 في نسخة الأقوى و 870 في نسخة الأقل والجهاز مزود ببطارية بزعة 4500 ميلي أمبير مع سرعة شحن عالية بقدرة 120 وط ويتميز بوجود أزرار فيزيائية إضافية منبثقة سعر الهاتف يبدأ من 500 دولار في نسخة العادية التي تعد صفقة رابحة أكثر من نسخة البرو خامسا شاومي ريدزمي كي فورتي جيمينج إديشن ونختم مع شاومي التي قررت إدراج تخصص الألعاب مع عائلة ريدزمي من خلال إزار خاص من هاتف ريدزمي كي فورتي الهاتف الناجح الذي يندرج ضمن فئة الهواتف المتوسطة نسخة الألعاب تأتي بتصميم مختلف قليلا وتتضمن أهم المميزات التي يحتاجها المستخدم اللاعب شاشة جيدة 6.67 إنش تدعم سرعة تحديث 120 هيرتز معالج جيد للعاب هو دايمون سيتي 1200 من ميديا تيك بالإضافة إلى نظام تبريد خاص البطارية 5065 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع 67 وط ورغم أن المواصفات ليست الأقوى بين المنافسين إلا أن نقطة القوة والتميز تكمن بالسعر المنافس حيث يبدأ سعر الهاتف من 310 دولارات لكنه حصري للسوق الصيني حتى هذه اللحظة كانت هذه أفضل خمسة هواتف ألعاب صدرت في عام 2021 حتى الآن أيهم أفضل برأيك؟ اكتب لنا في التعليقات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر